مالليم؟ إذا حكينا راحت علينا راحت علينا اشتركوا في القناة مصر خير مشاهدين أهلا وسهلا فيكن بحلقة جديدة من برنامج راحت علينا من تليفزيون لنا بنيسمع زقف كتير كبيرة لتيسير والفرقة الموسيقية بس عم بسمعك بالموسيقى الافتتاحية ما عم تعجبني يعني ما فيها دربك كتير يعني بدك تسمعني شيء صال لك زمان والله لازم سمعني وحدك تقدر لك مش عم تشوف لازل لازل مش ضروري بس اولي حالو مش ضروري شو كنت عملك انتو مقدمة بالعربة سمعني اياه بس بس عشرين ثاني منا كيف يعني هايوا راحت علينا معناش وفقاد هايدي ما خصة بالتش اسمه طيب خلينا نبلش بس كنت بدي اقلكن مشاهدينا انو نحنا كل عمرنا نقول انو نحنا وهذا شيء حقيقي انو نحنا يا محلى عيشة الحيوانات عيشين عيشة حيوانات هلأ بدي اقلكن شباب عصيرة الحيوانات انو يا محلى عيشة الحيوانات بتل يعني بمقارنة بشو نحنا عيشين مسلا اليوم كل اخبارنا عن عالم الحيوان هاي لك اول خبر حديقة حيوان تعالج الافيال بمقدر الحشيش بعد اصابتهم بالاكتئاب حشيش صارعاً بيعطوا حشيش للفيل بيصير بيقعد هالفيل بيدخين بصير هو صاحبه هو يدخن يعطي السيجارة بصير يطيروا فيولة عبعض اعرف كيف اكيد لانو بصير يكزي بصير بطير اوكي لأ هيدا اول خبر فازا صار في حشيش للفيولة فانو ليش بدي يعني انا شو بعد يوم يفرعوا عنا شوفوا هيدا الخبر شركة امريكية تطرح بيرة مخصصة للكلاب قاعد الكلب ماشى مشالاً علش هادا كله بيقلوا بماية عحشيش لا بيحط هيك ايه فستو وملح وترموس واعد وحاطت هالبيرة واعد بيشرب اول انينة تاني انينة تالت انينة بيطالع انا اول انا او نسي عارفت كيف انو ما بقعد يعني الكلب اهوليك بصير ما في زبدي كانت خبر عن عالم الحيوان لا تعرفوا بس وين ايمتكن ووين ايمتن صاري اغلى خروف بالعالم يتفوق بسعره على الفراري مش ما اقول دفع خروف ليك شكله بس ليك شكله مش عم بمزح كانو اصلا بولدوغ كانو كلب ما كانو خروف حتى مش عم بمزح معك دفع حقه اكتر من سيارة فراري كتير خورفوه بالسعر مش ما اقول شو خورفوه يعني في ناس بشي في راري هادا اشترى فرو راري فرو راري اوكي قايز ولا فارجيكم شو صار في اشتب عالم الحيوان هادا الخروف بس شوف لي هالخبر اعطيها غنم بمبعف باية بلد لاحظوا عليه شي غريب عم بيلعب لعبي باعتقد بس انو شوف شو ايه هو قطيع اغنام الحيا لكنه لا يتحرك وكأنه منوم مغناطيسيا او مجموعة من التماثيل يقول الشام لم اصدق عيناي وتسلل الخوف الي ما الذي يحدث استمر مشهد القطيع على حاله لاكثر من ثلاث ساعات ثم بدأ القطيع بالحركة وذهب الى سهل اخر فما التفسير وراء ظاهرة الخراف هذه بحسب صحيفة ميرور البريطانية يعتقد الخبراء ان الاغنام تقف من دون حراك نهائيا بعد تغيرات فجائية في الطقس خاصة اذا تتحول الطقس من اجواء حارة الى اجواء مطرة وباردة قطيع اغنام ثلاث ساعات وقف محله بس لانو التقس تغير ثلاث ساعات ما بيتحرك متل متل التماثيل اعرفت كيف جنة العالم هيدا اكيد الفيل عطيل حشيش مرة قاعد الفيل فكروا فيل متله حشش وضلك بيت بير افوق برافا ليك اجا الفيل دخن حسن فيولي متله منطبة انه ما عطيلها الخروف الفيل وبلش ومرقوع القطيع كله لك اطلعوا اخر شي في تفسير علمي واحد عم بيلعبوا لعبة نحنا بالمدرسة شو كنت تلعبوا المدرسة انتو تحط توقفوا كلكم تعاملوا بالرايمة برافا ليك اهني عم بيلعبوا واحد اتنين ثلاثة غنم بيجمدوا كلهم سيدي حطيوا واحد اتنين ثلاثة غنم كله هيك بيصير بيغنم على الاخر اوكي انا عم بلعب انا عامل نفس اللعبة انا بعمل نفس الشي كمان على ثلاث ساعات اه بس مرت تسألني سؤال يعني بس ماش انه ما خاص تغيرات بعمل هيك بتقلي شو بقل لها ماشي انا خروف وتغيرات فجائية وانا اصلا خروف معروفة بصير بقل لها فيه تغيرات فجائية بالطقس بعمل هيك يا بايبي ماشي وعم بسمع بس تطلب اني مصاري تغير بصير هيك تغيرات فجائية اوكي اخي الخبر جايز مرة بلعت شي شو بلعت كمان عالم الحيوان بعدنا عم نحكة عن مرة بلعت شي شو لا لا مش عن المرة مش از المرة بلعت صرصور عم المرة فيها تشوف صرصور لا تبلعوا ما فيها تشوفوا بدا تبلعوا لاكوا شو بلعت الجرحون الروس يحررون امرأة من افعى تسللت الى جسمها اه فاتت حية وقعدت جوا يا حرام يا حرام فاتت قعدت يا حرام ساعتين خايفة من السم عم بحكي عالحية يا حرام خافت تتسمى من الحية وصار بدها تطلع مش عارفة كيف وفكروا اولا للمرة ميتة طلعت حية بعد ساعتان حية يعني وشو والشية اجير الحكامة اجير الحكامة اول شي مان اول شي الحكامة اخدي ثلاث ساعات تلاس منا وبعد برايك رح نكون مع النجم الصديق يزن السيد اول برايك يلا راح انت علينا بعد البرايك عاودي لحالي ترحت علينا للليلة من تليفزيون لنا اجا الوقت نستقبل ضيفنا ضيفنا هو من النجوم اللي بتدور حولهم علامات استفهام كبيرة عنده كتير محبين اكيد بس كمان اكيد انه يمكن عنده ناس بتكره ولكن على الاكيد هو شخصية مستفزة ومثيرة للجدل لكتار بترحبوا معي بنجم مسلسل باب الحارة خاتون صرخ تروح وحرملك ابو يعرب يزن السيد يلا لا الامان اكيد يعني بس بتخيل انه اليوم صراع شبوبية محسوم يعني محسوم صراع من شاب حلو اكتر من الاطوال كله انا يعني معروف اي واضح اي واضح اي واضح اي города اي знакuu عم المعروف قدي طولك 155 150 155 لا عجقري تقولك 190 95 93 وخسرك اجيه وهي المشكلة اللي ما باعرفان مرة 47 مرة 43jon يعني كل مرة شكل اكترفك اигрى بك اربع وخمسين ايكس لارجη انا مثل اكترفك انا اربع وخمسين بس انا بالطول مثل اكترفك يعني انا احبو Mark بالنجم يا زن السيد اتفضل ارتاح. يا زن شفت شو قلت بالمقدمة. شوي. قلت انه عندك محبين كتار بس في ناس تكرهك مضبوط. هلا لا هي مو موضوع كره. انت محبوب ولا مكروهة يعني بالمجمل. بالمجمل ياللي ما بيعرفني يعني انا دايما هاي القصة بتصير معي. بيقلي واحد بعد ما بتعرف علي بيصير كتير فئي. وبيقلي انت لو انا ما بعرفك كنت بكرهك كنت هيك باخد منك مو organizational. بيحكموا علي مدون ما يعرفين. يعني انت بينطبيع لك بارمس الله اللي ما بيعرفك. بيجهلك مضبوط. ما هيك؟ طيب، شو اللي بتعطيه؟ وشو هي حقيقتك؟ يعني شو بتوحي للي ما بيعرفك؟ وهي شو حقيقتك؟ أنا حقيقتي حدا طيب عفوي اللي بقلبك على رأس لسانك؟ اللي بقلبي على رأس لساني ومشكلتي يعني مشكلتي إنه يعني مثلاً أهلي بس يعرفوا إنه أول مقربين مني بس يعرفوا عندي لقاء بقولوا لي شو؟ يقول لي مشان الله لا تحكي مشان الله انتبه للكلام اللي بتقوله يعني هلأ أنت بالمقابلات عالطاً بيصير في مشاكل مورة الإنش اللي بتحكيها؟ مو بيصير أنا بيحكيها بعفوية لأني أنا بالحياة عفوية يعني أنا وقت ما بيكون في تصوير صور يعني كون ممثل وقت على الكاميرا بس ببرا الكاميرا أنا بعيش حياتي حقيقي طبيعي الرجل المناسب في المكان المناسب لأنه نحنا على هيد الكرسي بدنا حدا يكون صريح وبيحكي وعفوي ايه بس ما بدنا مشاكل كثير لا ولو انت تطاربتني ما نحنا هون تشوت ما نحنا ما نحنا هون أصلاً جايين هد النفوس كل الشباب بتعرف بارف بارف يعني أنا هو اسمه البرنامج رحيت علينا يعني بيوحي أصلاً بالسلام الداخلي والسلام الخارجي والعلاقات الجيدة بين الزملاء أنا شو جاي أعمل هون طب ليك أنا سؤال بس قلت أبو يعرب ولا أبو يعرب؟ يعرب أبو يعرب أوكي هو اسم عربي قديم ماك؟ يعرب شيخ العرب وأنا وحيد ووالدي اسمه يعرب من أنا صغير بينادوني أبو يعرب وسميت يعرب ووجي أنا يعرب أعم بس أنا يعني كلمة يعرب يعني بتذكرني بالإعراب نحنا فهمت شو أعرب وأنت شاطر بالإعراب والأنا كنت شاطر بالمدرسة؟ لا والله كسلان مع اللي أعلم إنه يعني داكي معا معدلك هلا أنا ما رسبت بي ولا سنة كل السنين نجحت لا بس بس إنه معروف إنك كنت كسلان بالمدرسة أولى ماتسح مشاكل أنا قلتلك كسلان كنت كسلان يعني أكصل واحد بالمدرسة لا مو أكصل بس يعني كنت مشاغب شوي كنت مشو كنت تعمى شاكين؟ لا أصلا مين كان بسترجي علاق معك؟ لا أنا كنت أصير وقتها أي سنة كنت أصير؟ أنا للبكالوري هل أدي بكروح يا زلمان تصمم بذات لا وين جبت البقية؟ طلعنا نحنا بالعيلة شو بتشبقوا عكبر؟ ايه عما نحنا بالعيلة لي مش هيك يازن السيد بتطلع فيك عندك كل المقومات منحضرك منعرف إنه يازن السيد لازم يكون بمحل نجوميته أعلى من هيك شو السبب؟ مين عم بيشدك نزول؟ مين عم بيحاربك؟ ما بعرف هلأ محاربة يعني للأمانة ما فيني يقول إنه أنا عم بتحارب ما فيني يقول إنه في حدا عم يشدني بس أنا عم حس حالي أنا لازم يكون بغير مكان مظلوم؟ مظلوم مين عم بيزمعك؟ شركات الإنتاج؟ الكتاب؟ المخرجين؟ مين؟ يعني لهلأ ما أخذت هاي الفرصة من مين؟ من أي شركات إنتاج بدك فرصة؟ سمي صباح وإيجل فيلم صباح وإيجل فيلم صباح وإيجل فيلم يعني أهم اتنين يعني أوكي أنت برأيك يعني خلينا نقول إن دراما العربية المشتركة بممثلة عبر الصباح وإيجل فيلم أنت ناطر فرصة عبرهم أنت واثق إنه بس تاخد فرصة عبرهم بتاخد مكانك المناسب هايك عم بتقول؟ أعطوني الفرصة لإسببت نفسي هاي هي صحيح بس أنا لقلك شغالية هلأ المشكلة بتعرف إن الدراما السورية هي من أهم الدراما بالوطن العربي طبعا هلأ شوي في بلوك أو يعني ما في قوة مش كوة بلوك في ع نفس الأسامية خلا نقول في ع نفس الأسامية بس في الدراما هلأ بسوريا نوعا ما شركات الإنتاج بسوريا شوي خافة في الشغل بحكم الظروف العمد صيفية يلي عم موجود هلأ على الساحة هنين إيجل فيلم وصباح وصباح وشابولة قالوا أنه هنين عرفوا يعملوا من أين تؤكل الكتف عرفوا اللعبة الحقيقة وأنا يعني حاطة هدف صباح وإيجل فيلم وبقلهم يعني على الهواء مباشرة ناطركم بس أنت عرف إنه لازم يزيحوا حدر يحطوا محلوا يازن السيد لا فينهم يعملوا شي جديد بلو يشيلوا حدر من الشباب بلو يشيلوا يا كايم يا قوسي يا باسل يا قيس الشيخ نجيب يا معتصم يا معتصم هو ستة هلأ هدول ستة أكيد هدول نجوم ومنفتخر فيهن نحنا بس هي القصة شركة الإنتاج ما بتعتمد على ثلاثة أو أربعة أو خمسة دايما فيه شي جديد لأنه هنين بيصنعوا شي جديد أنت عم بتلحظة خلينا نقول أنه هنين بيعملوا هيك ولا أنت بتقول صاروا بحاجة يعملوا هيك لأنه عم بيكرروا وجوه أولى بصراحة لا ما عمقوله أنا عم بيكي مو مو يا كصدي أنا طوال بارك عم بكرروا عم بكرروا أنه زقنا أنت عصدك زقنا من نفس الوجوه لا ما زهر البلد أهدي علي أنا معك ولا شو أنا شيقانعك مع الناس بطاعة لا بس هنين يعني هن فينهم يعملوا كتير شغلات فيه أكيد فيه شي بيرتقزوا عليه يلي هنين مؤسسين معهن وفيهن يعملوا شي جديد طيب صنائية مع أي ممثلة حاضط عينك مثلا كتير والله شو كتير بدك شو آآ فجعان لا مو فجعان بس أنا في لا لحظة يازم بس أنا يقول لك للأدوار أنت مش عم نستحلي نسوان يعني لا لا مو مستحلي مش إنو عم نق نسوان يعني مثلا أنا سيرين عبد النور أنا تعجبني كتير كممثلة هي حضورة فظيع طبعا نجمة عمتاك عن النجمة صفت الأول يعني نادين بطير العقل بتلاقي بتعمل معهن سنيات حلوة أكيد ومن السوريات سلاف عمار أوه ما باك شي والله طيب يزن انت متهم خلنا نقول ننتقل هلا من الإيجابيات للسلبيات انت متهم بالإساءة للسوريين يزن من خلال إعلان مسال فيه دور سائق تاكسي متحرش بالرجال أنت يزن السيد هاي طريق نجومية برأيك تعمل دور بدعايا سائق تاكسي متحرش بالرجال شو الله جبرك هلا أول شي أنا مع أنا يعني الكل بيعرف أنا شو بالنسبة لسوريا يعني أنا عشقي سوريا وأي حدا شو بيعرفوا سوريا بالنسبة لها لك يعني وأي حدا مثلا بأي مكان بسافر عليه أو بروح عليه دايما عندي لهفة للسوريين لأنه نحن قلب واحد أنا صار في إشارة استفهام على هذا الإعلان شو؟ هذا الإعلان هو لصديقي عنده شركة تاكسي هون طلب مني نخي صورنا ثلاث إعلانات أوكي هل يعقل أنا أنه أنا أعمل مثلا شو يعني يجي الإعلان وأعرف أنه أنا بدي أتحرش برجل وأعمله الإعلان هذا هذا مرفوض عندي هذا الموضوع شو عملته شو؟ اكتشفت أنك عم تتحرش أنت وعم تتحرش؟ هي القصة نحن عم نحكي أنه يلي أخذ تاكسي يلي عامل تاكسي أخذ شهادة أنه لا حتى يصير عنده تاكسي إن كان سوريا أو لبنان دايما بكل العالم هلأ أنت في دبي بأي مكان بتنزل من الطيارة بتلاقي شركة تاكسي مزبوط بتلاقي طالع حاطة اسمه مزبوط نحن عم نقول أنه في قابل أنت مثلا تنسى موبايلك يصير عشرة بالمئة من هدول بسوريا و لبنان عم حد التحديدات يكون في موضوع مثلا يتغالص شوفير التاكسي عم بحكيه على العشرة بالمئة نحن عم نقول أنه هذا اللي عملنا بالإعلان أنه واحد عم يتغالص على شب آآ أنت أخذتها مغالصة تلعي بتحرش يعني؟ المخرج كثير طول بالرياكشينات علي يعني طول الإعلان وأنا ما في حوار بينه وبينه بقى أنا قلت لهم جيبوا لي فروج بتغالص فيه للفروج بنسح إيدي وأنا عم باكل عليه كذا بس مو طول الرياكشينات بيّنت القصة أنه أنا عم بتحرش فيه بقى أنا إذا بيقولوا لي أنه أنت بدك تتحرش بلهم جيبوا بنت بتحرش بشاب؟ آآ يعني أنت ما ممكن تلعب دور مثلي جنسي؟ ليه شو بأسر؟ لا ما بلعب ما أنت ممثلس بتلعب كل الأدوار؟ أنا لعبت أنا عملت دور ببقعة ضوء شاب هيكي نعنوع وظريف وهي دا هاي فئة موجودة وعاد ومحترم حقوق ومحترمين أنا بحترم كل الناس طبعا ما دا خني أنا؟ شو مش كنتك تلعب دور شاب مثلي الجنس؟ شو المشكلة؟ هلأ ما كتير يعني نحنا المشكلة بنحنا مجتمع شرقي ما كتير يعني ما بحس حالي أني بقدر بعطي أني يتحرش بشاب ضرّك هيدا الإعلان؟ كتير ضرني ضرني لأنه العالم ما كانت عرفاني تماماً أنه أنا ما بعرف تماماً أنه هيك هو الإعلان شو صار معك من وراء الإعلان؟ كتير صار فيه انتقادات لحتى طلعت شرحت تماماً وجهة نظري بالإعلان لأنه أبداً ما بقبل أنا أن يجيبوا شاب لو بأوسط الأمور لو بعرف أنه أنا هي في تحرّش هدي أبضت عليه ولا شيء لقبس شو ولا شيء؟ والله ولا شيء للعب الدور تتحرّش بشاب ببليش؟ ما عم بتحرّش بشاب عبد الله عفوه 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 تحرّش بشاب ببليش؟ الحقيقة هو صديقي يعني هلأ أنت شاب اللي تحرّشت فيه؟ آآه اللي شو اسمه؟ آآه خلينا نركز شوية أوكي فهمت عليك فهمت عليك ايه؟ ما كان في يعني هو صديقي بلاش أنه عملت خدمة وضرتك؟ وضرتني الحقيقة يا لطيف طيب منبلش تغربه راحت أو ما راحت عليك راحت أو ما راحت عليك تاكل أتلي من بيك وأمك يزن أنت أصغير كنت أكل أتلي كثير؟ كثير والله لأني كنت مشاغب لأني كنت مشاغب يحب الفتبول أنا كثير ودايمن مخل Loyal وأمي مدرسة لغة عربية مع ماجستير بلغة العربية أنا فاشل باللغة العربية يعني أنا من كثرة ما أكلت أتل صار عندي عقدة من اللغة العربية الأد Um والله أمك بشو كان تاضروك أو أمك الحاطة والعصايا هي نسيتهم يعني فيه صار فيه شي كهرباء مثلاً عفوان؟ أحد بتتم مثلاً عفوان؟ أين كنتوا ساكنين ببوانتانامو؟ لا كتير كانت يعني هي لأنه مو مدرسة لغة عربية وأنا ما عم بزبوط باللغة العربية فش خلقة كله فيني لحظة 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 قلت لي أنت مشيه وعصايا هولي أنت تخطيتهم خطيناهم يعني هولي بيعتبروا لفل 1 و لفل 2 يعني أول در أول المراحل يعني وصلت لمرحلة الوحش بقيانا رحلة للأخير للماكس رحلة كهرباء وشو كمان؟ إعدام شنقن ما كان فيه إعدام شنقن أو جي شو كان؟ أبي دايما كان مشكلته أنه أنا أكتب يعني أنه انتبه على خطك، انتبه على خطك أنا أفشى على الخط يعني أنا إذا أكتب برجع لقيرة ما بعرف شو كتبت طيب خيزراني مثلاً أشاط هولي الأشاط أبي عنده أشاط جلد جايبه وكان حبيبي جايبه لا يضربك هذا ما بيلك هو دايماً الحظ دايماً بيكون لابسه يعني ما بس يفك اللي أشاط بعرف أنه خلاص أنه راح تعليك راح تعلينا يا لطيف، طب ليك وهيدا الشي اللي يدرب أنت وزيل خليك تصير عنيف عكبر؟ لا بالعكس أنا ماني عنيف تعمل مشكل؟ لا أبداً بس يعني دايماً أنا أقلولي أنه أنت لا تعمل مشاكل أني أنا أعمل مشكلة لا يعني قليل من أني أنا عامل مشاكل بس أنا بغب 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 بوصل لمرحلة أختك ميشي معك لطشلك إيها واحد بشيرها بتعمل مشكل؟ ما يعني بتذكر مرة أختي ما تقولي بتذكر أختك ميشي معك بشيرها شقه ثلاث شقاف شو بتعملي؟ حبيبي حبيبي مش ما أنه عنيف أبداً بشقه ثلاث شقاف يعني لحام أكثر مش أنه عنيف هو لحام يعني بتعملوا مفرومي على الخشنة فهمت عليك طيب إذا مرتك سهراني معك وواحدة بتطلع فيها لا ما هذا صار عشرين شقفة شو عشرين شقفة أهلا وسهلا ليك هلا بشكل عام في شي يعني أنت بتكون بسهرة حدا بيتطلع حدا شربين شربان تغالص هذا شي تاني أما شو شربان تغالص تسامحوا؟ شربان تتغالص بتسامحوا? بس يعني بالمستشفى ومو بالبين يعني بعد ما يروح عن مستشفى بروح بسامحوا أنا هالخضر الله اللي عم لحك عنها أنا هالخضر الله اللي عم لحك عنه واحد شف حال عليك بموقع على التصوير واحد مثلا تتغلز عليك بموقع التصوير شايف حاله عليك مينك انت ما احترم نجوميتك ما احترم موقعه بتعم مشكل ولا بتعم مشكل كمان حبيبي اي متى ما بتعم مشكل لا بس هلا انت عم تحكي شغلات هادا الطبيعي اي حدا شو هادا الطبيعي واتا سايحك اذا عنيف اذا معنيف انا ما ازي انه بتطرب واحد انت وماشي هيك يعني بس تطرب واحد هلا انت اذا ماشي بطريق واحد لطاش اختاق شو بتعمي لك انا من الناس اللي صراحة من الناس لا والله العديد انا صراحة اللي مكتب بكتب مبيعملوا مشاكي بكبر عقلي يعني بعصب وكل شي بس بكبر بعد للعشرة هلا انا بعد كتير للعشرة بس يعني انا اذا بدي اعمل مشكل تكون عادل مليون بتقدر العشرة بتكون ضربته ولا بتوصل للخمسة بتكون ضربته لا لا في شي يعني راح اطيك شغلة مثلا واقف انا على البرندة ام لقيت اختي جاي عالبيت ام لقيت واحد لحقه بالله وعي تبعي أنا ماشي يعني أنا عب نزيل أخدت أشاطة الحمام نزلت أم لقيتها هي بالأسنسير وهي خايفة وهو عم يقلها بس كلمة يا الله طيب قام قلت له خليني ممكن نحكي أنا معك كلمة شو بلعته الأشاطة؟ يعني بالله وعي تبعي صارت تحت أنا وين بس تحت وين بنياه يعني؟ نزلت لتحت تباكت بنياه يعني؟ شو قل لي شو؟ لا بس زعلت عليه يوميتا يعني شو زعلت عليه مات؟ لا شو؟ الله يرحمه شو كان اسمه أصدقنو شو عملت له؟ يعني خلاص أكل نصيبة يا لطيف طيب لا حلو لمنك حالي إذا واحد سبل لك بلدك قدامك كنت برا أنت شو؟ وصارت وانا بسويد بسويد واعد أنا وبلش واحد يخبس 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 تشفت أني أنا حاكل قتلة لأنه الكل يعني أغلب العالم قاعدين بس يعني قتلته بس أكلت قتلة قتلته أصدق خبطته يعني أنا ضليت ماسكه وعن بضربه بس في خمسين واحد فوقي بس أنا ضليت عم بضربه لها يعني فشيت خلقي بها لك أنا كل الأسئلة مش أنا كتبهن إيه؟ هيك حاسس يعني تبقى الأسئلة هولي والله العظيمة كل شي بيزعلك بحكين المعدة أنا ما خصني ما تقوم تخبط أنت عدها المية قبل إيه؟ بعدك أربعين يا زان وبعدك يعني جهلين لا مو جهلين أنا بحب الحياة أنا بحب يعني نحنا كلها هيك بناقول بقول لنا جهلين لا نحب الحياة إيه بس هذا مو جهل هذا هلا أنت وقت ما بتروح بتنبسط مع رفقاتك تتسلى بتطلع بتفوت يعني أنت شايف الحياة اللي عايشينا ضغوط 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 نحنا عم نمرق من بين متفجرات نحنا هذا الجيل فضيع نضجت كفاية من الآخر نضجت كفاية لتبطل تخون تخون؟ أي طبعا أنا ما بخون إنتما أنت قايل على هو أنك خوان كنت خوان على القليلة واللي بخون مرة بخون كل مرة يا زان بس وحيط الله أنت السؤال مش أنا حاطك اللي بخون مرة بخون كل مرة لا أنا مو موضوع خياني أنا إن الله جميلون ويحب الجمال نسوانجي كلياتنا نسوانجي فيه رجال مو نسوانجي شو يعني؟ شو يعني؟ شو يعني فكرة يعني شو إذا واحد مجوز ما لازم يكون نسوانجي ما تقول لي فيه رجال بس نسوانجي أنا ماني نسوانجي يعني ماشي أنت ومرتك مرأة مرأة حلوة تطلع فيها؟ تطلع فيها يعني اللي بيقولها غير هيك كذاب تبه أنت عايدة الموضوع متكل لا لا مو متكل مازل تطلع هي بتعرف قديش أنا بحبها وبتعرف قديش هي شي كتير كبير بالنسبة لي يعني أنت أول مرة طلعت على التليفزيون واعترفت أنك غلطت وخنت وهيدي أوكي طب ليش بعدك؟ يعني كانت سبب طلع؟ ليش بعدك بتقول ليش بعدك بتطلع؟ ليه بتقول مرتك بتتفهمني؟ طب ليه مرتك بتتفهمك وعندك تجارب سيبة ما بتسوى؟ من الآخرة معك بس إذا ما رأيت واحد يا حلو شو بدي أعمل؟ مرة تجوزيت واحد مطلع لأنه خاين بتجرب تسيطر يعني بتجرب قد مفهر؟ هل هي مسيطرة يعني هي فرع مخابرات ماشي معي يعني دايما دايما يعني هي عملة كنترول من بعيد تعمل فيك تقارير يعني؟ لا مو تقارير بس هي هي يعني هي بتكتشفني بطرق فضيعة ما بعرف كيف تكتشفني يعني لا هلأ ما بعرف يعني أنا كل يومين غير باسورة تكتشفك يعني أنت عم تجرب تخون؟ لا مو أنا ما بخون بس مثلا مثلا شفتك بصورة بعمل لك لايك مثلا شفتني هي اللي شفت مرة أصدق اي مرة طبعا شفتني أنا بصورة أنا شفتني أنا بصورة على الميو على البحر بتعمل لي لايك عارفت كيف فهمت عليك بتعمل لايك لنسوان؟ لبنات؟ لا بعمل هي النار شو يعني؟ ايو هي فاير؟ ايو لعم أسوأ من اللايك هاي لا هي ما بتبين شو عمتك هاي شي جديد هاي في شي ما بيبين؟ على الانستغرام اه على ستوري على ستوري هاي مش على الصورة برا عفوا صورة صورة لمرها بالميو بتعمل لها لايك؟ نار نار؟ ومرتك تعف انو بتعمل لها نار؟ هل هي أنا باللوعي تبعي يعني باللوعي يقبرني باللوعي حرام باللوعي طبعه وما بيعرف يعني التاني الهار يعني بعدين بتنتبهي لنك عمي البلا ايو أنا فكرة ما كنت أعرفة هاي ايو اصبعت لحاله ايو انا دايماً اخي ايدي على لتوشه إذا عم يديك هاي إذا وإذا هاي لأنو هيخرب لك بيتك هاي طبعاً هاي دى طبعاً النار هيخرب لك بيتك لا والله أنا ما عندي أصص هاي سديني أنا ما عندي أصص لا وطبعاً وقّاللي عم بتلني كلنا بنعف انو ما عندك أصص وكلنا منعف قدي انت زلمي ولا بتتطلع بالنسوين وقدي أنت يعني عيدها هيك يعني ماشي هيك وشوي هيك بصغير هيك لا عن جد عن شيء المزح والله العظيم أنا بحياتي ممنطش بنت تصدق أنا اللي بيلطش بنت أدامي بعمله مشكلة ما بتعرف تلطيش؟ لا يعني بعرف بس ما يعني إذا بدك تلطي شو بتقول للمرة مثلا مارع مرة شو بتقول لها شو؟ شو بت هيك تتنهد؟ لا يعني شو لطش لك ياها بالداري؟ بلحجة دار الزور؟ ايش ايه؟ ايه لطش لي ياه؟ يعني والوين يا الله شكون يا الله مرح تفهم عليك ولا أنا نصي هيك نحكي شو 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 الليون شو؟ الليون شنة؟ شلون تشي؟ شكون أخبار تشي؟ نحنا منقول تشي اه والله يعني نحنا أنا محافظة دار الزور دار الزور طبعا وجهلة تحية تحية لنادي شوية تحية لكل شعب دار الزور اكيد اي يعني نحكي مثل اللهجة العراقية نحن وين كي وهيك؟ وين تشي؟ وين تشي؟ شكون؟ ليش؟ تقول تشي؟ نك شو حلو مثلا يعني مجبور تكون عم تلطش واحدة من الدار لتفهم عليك لأنه ولا ما تفهم عليك طيب حطولك بصا صورة هيفا وهيبي شو بتقلها اذا بتشوفها على الطريق شوف صورة هيفا وهيبي ورايي يا قبرني الله خلاص أنا بلطي شو حطولي هيفا وهيبي بالسعار لا عن جد لك شو بتقلها؟ شو بتقلها؟ شو بتقلها؟ يعني هيفا بدي يجيب كتابين لني زارة باني ولطشها فيهم إلا 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 لطشها بالعامية يا قبرني الله أنا يا جد يعني ما شاء الله عليها هيفا وهيبي بالسعار لطش الصورة اللي بعدها هيبانور هبوش شو؟ هبوش ملكة جمال أنا بالنسبة لي يا قبرني الله كانت قادي هون بوجي يا زان هايدي كلام بينتنا ما حدا عم يسمع شي ولا أحلى مني أنا حسيت وجعني قلبي معنا حسيت وجعني قلبي بعدين شفتك رحت أعاد تونيت حسيتك الدايقتي يعني ما عم تقدر قلبي يفرق من جوا بدي عمل لنار ما كنت عارف من ويني هبوش من الممثلات لطشة لطشة مش عم بقلك غزلة لطشة وينها هبوشة دخيل جمالك أنا لكن خليني قللك شغلة معروف عنك يا زان آخر شي يعني لنا خوان مش خوان لنا بتحب الجمال لنا جهلان هو للأمانة انت حدا حساس وانت حدا من جوا ما بيكبر بالعمر بتضلك ولد صغير وللأمانة بدنا نقول شي للعالم انت بتبكي كتير كتير انت حدا بيبكي يعني انا حطلي مش هتبعد ببكي بأي قصة بتدايقني يعني هلا انت اذا فيك تبكي بدك تبكي هلا فيك تبكي يعني تمثيل فيك بكي والله اعطيني هيك شوية ابنك ابنك بعيد عنك يا عرب عايش بالسواد هذا هذا القصة كلها ابنك عايش بالسواد وابنك انت حاطت كل تموحك فيه لدرجة انه بتحط له كابتن منتخب سوريا يعني انت من اليوم بدك تحقق نفسك من خلال يعرب انت اليوم كل شي محققته بدك تحققه من خلال يعرب شوف فيديواتك على انستغرام يمكن لأعمالك انجا بتحط بعض البرومويات بعض البشايد كل الفيديوات بتحطن لا يعرب هو انجازك الوحيد اليوم بالحياة اليوم لحد اليوم نجوميتك وصلت لمحال ولكن بعد بدك كتير انت اليوم اذا بدنا نحكي عن انجاز حقيقي هو يعرب وانجازك بعيد عنك كل ما بدك تشوف انجازك وبدك تقطع بالتيارة مسافي طويلة عريضة لتروح تشوف له تبس له ايده تبس له خده تبس له راسه تبس له اجريه قدي عمره صار يعرب سبع سنين ونص دمعت نزلت لك دمعتك معانا على كم بدي كم بدي كم بدي كم بدي هيك تبس تعالى بس انه لانه هدا وانا جاربت كنا نعمل الدور طيب قلت شي عن ملفات الدعارة مزبوط مين ركب لك ملف دعارة اوه قصة طويلة عريضة شو قصة طويلة عريضة افتسر ليها شوي بسرعة اه ضابط بده يستغل اه ناس ضابط اي يعني انت عالت مع الناس بالدولة يعني انا 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 نفدت لا هو مو كل الهو ضابط اجل عنده ملف رفيقه قال له اجت والله جابه صاروا يستغلوا العالم اي حدا يدقوله يقوله عليك انت قضية الدعارة قضية الدعارة قضية الدعارة غلطوا وسطوا لعندي انا كنت بسويد بتونس عم صور بيقال لي لا تجي عسوريا وخلي مرتك تسافر وعليك دعارة انا علي دعارة نزلت حكيت مع الجهات المختصة زبطوا الامور رقبوا للشاب طلع خارب الدنيا تركيبة غريبة عجيبة عم يبتزي الناس بده مساري كتير يعني لما له شي ثلاثمائة ألف أربعمائة ألف بس انا بوجه تحيي بس واحد ما علي ملف دعارة اللي بدي يدفع مساري اذا قالوا له عليك ملف دعارة يعني الهلا اذا بيجي واحد بيقلي لك صور عارية مثلا ما هي مو صور عارية هي شو صار يدقلك انت انت بتروح وبتجي بتطلع بتفوت بتعيش حياتك شو بيعيش حياتك اذا انا واحد بيقلي عليك ملف دعارة كنا عايش حياتي تبري بعف انه ما علي ملف دعارة ما انت المشكلة انت بيحكي معك ضابط بيقليك انت عليك ملف دعارة بتقول لك كيد مركبينة انت مركبينة بس انت اللي تخلص منها مين ما بتعرف ما هتحكي معه بتقول له خوة تخلصني انا بديوجيا تحية لوزير داخلية هو حكاني بنفس اليوم وحل لك ومو حل القصة جاب العالم كله وطلع العالم ونفذ العالم براك براك في ناس في ناس كان مصبوط هنن عليهم اي فيه اربع اخمس بنات وشبب طلع فيه اشي مصبوط فيه ناس مصبوطين هدول الاساس اه ارفق ارفقهم بالقضية هدول الاساس بس هو ضم شي خمسين واحد ستين واحد لحتى يستغل طيب يلا انا وقفت لانه هلأ في زيب زاب شوية فيديوات منعلي عليهم قبل ما نروحها لأول بريك اول فيديو الممثلين فاتوا بلادور واسطة باتوا كلهم ونصرقنا عليهم لطلعوا وصلني بالصبح دوري انا وقفت وعرفوتوا العالم بالواسطة الجهات المختصة قدرت انه تنظم هذا الموضوع واجه دورنا قام وقتها فيه ضغط على الدكاترا ومعهم حق يعني دكاترا هدول مو انه بدون يشتغلوا في نوع دكتور يشتغل فوقه خمسين واحد ما بينش انا فايت على دور يا زن السيد زعبرت عملت واسطة لتعمل فحص كورونا قبل العالم ليه زعبرة اذا انت ممثل ومعروف تستعمل مركزك لتفوت قبل الناس المعطرين المواطنين النطرين بش شمس لتعمل فحص الكورونا صحتك اهم من صحة العالم طيب انا رحقلك شوالي انا ضليت حاطة واحد ثلاثة ايام عم ياخد دور وانا كنت يوميتها عم صوروا ومرتي ورفيقي وقفين على الدور ودقولي قالولي تعال وقت ما فتت اه في واحد نطر بالدور عنك اي وقت ما فتت ما في اهم واسطة لا مو اسطة الواحد بديونطر دوره هو بينطر دوره هو بنتنطر وقت لا لا انا بعت واحد بس لحتى ياخد لي يعني الرقم ادي بياخد هيدا على الرقم بركب مناخده بنجيبه لهون لا لا ما فتت علي يعني انا بس واحد اخد لي الرقم اوكي وضلت مرتي ورفيقي وقفين على الدور بس انا ما عملت المسحة اتاني يوم رحنا وعملنا المسحة وصورت انه يا جماعة تفرجوا وهي انا عملت اليوم المسحة مبارح ما عملت المسحة طيب يازل انت خايف تروحى سوريا منور الكورونا من الاخر اي لا ابدا منك خايف رايحة سوريا من بعد الحلقة فورا اه رايحة سوريا انا صلي ثلاثة يام انا بس رحت بس انت عرحت ع دبي مش هربة من الكورونا في سوريا لا رحت بس مشان اقامتي وفي عندي ثلاثة سنان وقعوا ورحت زبطهم شوين وشو هم تحكي اي طلع ما بيتلزاو الا بدبي بقى اطلعت اني روح عمل اقامة واعمل اذا لازم نعمل حلقة معك بلا سنين انا شوف كيف كان بيطلع يلا طيب لكن لكن ما ما زعبر لانو بعدين هادي كلمة هادي جملة الجهات المختصة شكلك بستعملك كتير لانو عندك واحد مسمي الجهات المختصة انت وبدي قلو علو جهات مختصة بدي عمل فحص كورونا لا 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 انا انا متلي متل غيري صديني متلي متل غيري وما في هذا الشي اللي صفشته بس هي انا ما ما فيك تدايق العالم لانو عن جد العالم كان بحاجة انو يلي بدي يسافر مشكلة يعني واحد طيارته بكرة شو بده يعمل فيديو هيك حسيت صار في روح لحتى اجيتيني بهاي المصيبة مباقت تقول عنو مصيبة لك هي مصيبة مصيبة الولد مو بده امه اب بلا انا ما بدي قناب انا ما بعرف قناب قيس الشيخ نجيبه في دوره في اولاد ادم هو الدور الذي نقله الى نجومية كبيرة برأيك بده زقف على هيدا الدور تألق فيه او بالنسبة لك عادي بهذا الدور له زقف كتير قوي بس بس هلا انا قيس شو؟ يعني قيس من الممثلين اللي اخدوا فرص كتير منيحة بس بأولاد ادم كان توب يعني كان ترفع له القبعة بشو يعني قصدك اخد فرص بيستحقها ولا في قشا ما بيستحقها؟ يعني في محلات استمثل كان في غيره محزوز او مشتهد يعني لأ بشوفه محزوزا عم تقول عن زميل اللي قالك انه محزوز يعني الحظ على ما انه شي عاطل بس محزوز لا محزوز انت واتما انت كل سنة بيجيك فرصة مهمنية فرصة مهمنية يعني في الحياة في موهوب في محزوز عم تقول قيس الشيخ نجيب محزوز محزوز يعني محزوز بس اقل موهبة من غيره لا فيه فيه كتير اهم من قيس انت بأيديك تعطيب الحالك اهم منه انا ما فيني يقول قول عايب ثقة بالنفس انا ما اخد فرصه انا اذا اخدت فرصه لقيس بقلك اذا كنت احسن او لا لو اخدت فرصه كنت تكون محل اعلى بظهر بكون عملت شي احسن لا ما عم حك يعني بأولاد ادم بطير العقل قيس لا لا انا ما عم بحكي انا بحكي بشكل عام اصلا يمكن منه صديقك لا مبلا صديقي ايه بطل بطل كأنه بطل اوشي بغير اولاد ادم حسيته يعني مش كتير منيح بغير اولاد ادم اجته فرص مهمة ومعرف يعني كان لازم يكون الاداء احسن يعني بالاخوة كنتوا سوا كيف كان بالاخوة عاد اعم يعني ما شفت يعني مثلا بالاخوة كان بس انت ما قلت كل الانشان وعنت اعملت هيك انه لا يعني بس يعني كان لازم يكون اهم اعطيها علامة بالاخوة من واحد على العشرة خمسة ولا تايم حسن بالاخوة سبعة ولا ايلك انت ما في نقول عني انت الباسل عشرة عشرة وباسم يا خور عشرة اوف محمود نصر خمسة لا بزن الله طالع هون طالع من هون انت صديقك الوحيد انا يعني اذا ما دقيت لك انا يعني راعي لا لا انا عم بحكي حكي انا عم بحكي شي كل العالم بيحكوه انا بيقوله انك مانك مخول تصنف وتعطي عالم اي طبعا ماني مخول انا بس انت بورطني يلا ليه بعدو ما حبيتهم الشعراتها ايه ليه ما حبيتهم وشو لازم نعمل يا انا شو لازم نعمل ايه 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 انا بحابة ان الناس زين ايه ايه طيب يا زن السيد مرة مرة تانية بكيت اوك احنا بنحترم دماتك شو الظروف اللي مخليه يعرب يعيش بعيد عنك بالسود انو مانك قادر تلاقي طريقة يعيش بجانبك وجانبك يدريا تلاقي تلقي سات اوب ثاني لك لا لك شو هلاproof هي صار حالة انفصال بيني وبين امه مضبوط انت مفصل عن امه يعرب ومتل ما انا متعلق بيع ريبي كثير امه متعلقة في كثير امه متعرف تربية كنت متسامح مع هيدا الموضوع انو تاخد يعرب بتروح السواد ام Castro اكيد كل يوم انا عموت ميت موتيني بس ماحدا حيقدر يربي يعرب مثل امه أنا معك وأنا كمان لو كنت بدي لك كنت عملت نفس الشي بس أنت ما عرضت هيدا القرار أنه تفل مع السويد معها يعرب هلا أن إحنا على أساس هو ولا لأنك أنت غلطت معها سامحتها لأني أنا غلطت معها سامحت سكتاً أنا أكيد غلطان قولاً واحداً معها وهلأ برجع وبعدين بإلا بإلا أنا آسف على كل شي صار بس ما حدا حيقدر يربي يعرب إلا فلا طيب إنت متزوج إنت متزوج من المأ الرهونجي اليوم يزل السيد رح أجيب إخت أو خي لا يعرب إن شاء الله في ولد على الطريق في ولد على الطريق لما حامل حامل إيه أيوه أي شهر سادس سابس صبي ولا بنات صبي صبي شاهم تحكي شا هتسميه يعرب كمان عفواً لا لا شا هتسميه آدم يعرب وآدم بصير بصير يعني أنت أبو آدم لأنه في أولاد آدم يعني غير تنقيس سميت أو شو مقص إن شاء ما يزعل مني خيز لا بس مننا هيني طيب ألف ببروك لألك يا حبيبي الشاي كيف أبو خبرته لو يعرب عارف إنه جاي خاي؟ والله لسه لا أوصل لعنده شو ما هلا يعني خايف أنا خايف من هذا الموض فاهمان هو قصد إن أنت اليوم بتزوج من حدا غير أمه؟ ولا ما كتير؟ أي نوعا ما فاهمان بس هذا الموضوع كتير عامل لي هيكي ملبكني لأنه ما بعرف شو ردة فعله لا يعرب أنت أنت اللي بدك يا عرب يطلع لعب كرة قدم ولا بتفضله يطلع شي تاني؟ أنا بدي يا يطلع هو شو بيحب بس هو بيحب الفوتبول وأنا ماشي معه للمكس بهاي وأنت ليه ما كفت فوتبول؟ آه ما بعرف يعني كبرنا وصار الفوتبول هو هلأ صار في احتراف مين عبي يصرف عاي عرب أنت ولا أمه؟ أنا إيش؟ شو إف؟ شمين دوي يصرف علي؟ أكيد أمه بده مين عبي يصرف على طالقتك؟ أبوه الله خلي ليا إذا حبيت تتجوز اليوم طالقتك ويصير في رجل في بيت في قلبه يعرب شو بتعمل؟ لا ما متفقين على هي القصة هي ما بتتجوز؟ لا هي هي للأمانة هي عم يعني أكيد هي أنسة وجميلة بس هي بظن ما عم تتخذ هذا القرار مشانا يعرب مشانا يعرب لا هي كبر شوية يعني ما بتجوز بيصير معاك يعرب للآخر اي او لا؟ طبع بريك يلا موسيقى بعد بريك عاوني لحال إطراحت علينا للليلة مع النجم يزن السيد كنا عم نحكد وانت قبل شوية حكينا شوية عن اللهجة الدائرية انت من دير الزور حكينا عنا شوية بس انت ما تغيرت وقتا نزلت على المدينة والنجومية والدراما ضليتك متعلق بالجزور انا عايش طول عمري بدمشق اي انا تولدي دير الزور اوكي بس انت عندك علاقة بجزورك يعني انا كتير مش مقطوع مش قاطع يعني لا انا بعشق دير الزور في غنية خاصة مشهورة فيكن شاوي ماني شاوي اوه سمعنا اياها اذا بتحطها بغني معا شو الو اي كيفية بتقول شاوي وماني شاوي وليسعد رب الشوايا شو ب padding ملحك صدر اليو تجاور Am كبه 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 لا يا معلم كبه كبه عيوة. لا يا معلم. شو باك? اوكي. يلا. يلا رأيس. انا مترقس رح اسألك كم سؤال ايه? ايه اوكي. اوكي? بعدك تقف ترقس اصلا? ايه ماشي الحال. فرجيني. سيك اول شي. هلم كتير. لاباك السؤال صغير. انت مدالب بالفوتبول لانه ما ممكن انت عايشك. يعني الفوتبول ما ممكن يعيشك في سوريا. لا بلعك صال الفوتبول كتير منيح بيعب. يعني بيعبد منيح ما نصارد؟ طيب، قديش الدراما بتشبه الفطبول؟ لا.. كلها قدي دراما بتشبه الفطبول؟ قدي دراما هي لعبة فردية أو لعبة مجموعة؟ لا، هي فردية ومجموعة يعني بأي معنى، قدي أكتر مجموعة ولا فردية؟ أنا بشبه الفطبول للدراما، يعني أنت وقت ما بقول فريق لا، أنت ممثل، أنت لعب فطبول، بتبلش بالفريق، بينزدوك آخر خمس دقايق، بعدين بينزدوك ربع ساعة، عملت نتائج بينزدوك شوت، بعدين بتصير أساسي، بعدين السنة اللي بعدها بصير مدربين بتفرجوا عليك إنه أنا بدي إياك، بدي إياك، مثل الإخراج انت اليوم احتياطي ولا أساسي بالدراما؟ لا، يعني انت احتياطي بنزل بالشوت الثاني؟ اي على طريق إنك تصير أساسي مع إنه أنا لازم أكون أساسي تفضل بس هيك بشأن الإضاءة، بس عايزاً، بس تعرف هيداً اللي قلته هلأ يعني شيء يا تواضع، يعني ما كتب عنا بتقول أنا أحتياطي بالدراما، مطبع أنا ما بكذب، ليش بدي كذب؟ أنا لهلأ ما أخدت فرصة مهمة بالدراما بسابر عالم حينبص منك، حيحترموك يعني، بلش رأيس مين هدف الدراما السورية؟ هدف الدراما السورية؟ عجل، شبا منوها توقف بس الخياط مين لاعب دفاع الدراما السورية؟ دفاع الدراما السورية؟ والله خالد القيش، خالد القيش، مين لاعب جناح اليمين؟ يعني هو اللي إذا بدك اللي بيرفع لا يسجل الهداف؟ محمد خير الجراح، محمد خير الجراح يعني بيساند بطريقة جيدة أصدق؟ ايه، طيب، مين لاعب جناح الشمال؟ كمان، متل محمد خير الجراح، كمان بيعطي، بس أكتر، هو بأكتر عطن عسراوة؟ مكسيم خليف مين لاعب الوسط للدراما السورية؟ خليك هيك، خليك هيك طلال مارديني طلال مارديني؟ أيوه، حلوة زعفة لطلالة، أنا أشتغل، لأنني ما هي حلقة رائعة طلال مارديني، طلال مارديني ليومي سيبي أكثر، أنت ولا طلال؟ ما فيني يحسبها هيك، طلال مارديني يقوله فضل على كتير عالم، بأعماله، بكتاباته، بأعماله، بكتاباته، بأعماله مين حارس مرمى دراما السورية؟ حارس المرمى، حارس المرمى، حارس المرمى قف، معنى ما بيعترف فيك؟ بيصفل، أنا بيعترف فيه على أنه أنت منك نجم أنا بيعترف فيه، هو موصل مهم جداً، وما أخذ فروسه مين صانع ألعاب دراما السورية؟ قصايحولي قصايحولي صانع ألعاب الدراما السورية، يعني مجسي تبع الدراما السورية، إذا بدك صانع ألعاب يعني زيدان الدراما السورية زيدان مين الحكم بالدراما السورية؟ الحكم بالدراما السورية مين؟ يعني مين بيقول بيصفر بنالتي فاول؟ شركة شركات الانتاج مين بترفع بوجه توق مين بترفع بوجه دراما البطاقة الصفرة بالدراما السورية يعني هو هلأ اليوم بلش اداؤه يتراجع ما بدك تعطيه احمر بس عم بيعمل فوليت بك تعطيه اصفر مين ما 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 فيني ما فيني مين يعني هلأ حكيت حكي عن قيص الشيخ نجيب يعني بتحكي عن غيره ازا بدك تحكي يا بترفع بوجه بطاقة الصفرة يا بتعمل عشرين هلأ ازا ما بدك تسمي المشكلة في كتير يعني اسمي لي واحد ما هو هلواحد يعني انه هو متراجع او وحدة او وحدة انت لي ما بتسمي لسوين دخلك انت عم بتلي لا شو خاص بقي فيك ونصانع العبدة نساء لي ما قلتلي انا فكات بس شباب طيب مش مشكل مين مين شي مرة بتستيقل بتاقة صفرة او شي رجل ما بيستيقل بس ان لي مين مين يلا انت بنزال نزال فوش اب هيدا تمرين هيدا نزال فوش اب يلا نزال فوش اب عصران نزال فوش اب. بنا ننزع كل شي. بلا ما بتنزع شي حاطلك طابعة ظهرك. يلا. لاحظة. شو بعدك بالواحد خمسة ستة سبعة تمانية تسعة رح يروح بين يدينا الصابي بالعاشر فرض احداش تناش تلاتانش اربعة واحد اتنان تلات ايه ما عرفت نسيت اربعة واحد اتنان شو ادي صاروا تلاتين تقريبا يلا خلص بزيادة عليك. طيب يلا لكن. اه ناجي واحد اتنين تلاتة. بريك روحة. راح انت علينا. بعد بريك مش يدي نعود الى اخر فقرة من حلقة راح اتعلانة للليلة مع يزن السيد فقري تسميه لتسميلك. هي اخر فقرة بالبرنامج. اه وبدقول كمان انه فقرة الكاستنج لمقدم البرامج اه الموهبة السورية في تقديم البرامج ما عدنا مش قادرين نعملها. لانه حدود مسكرة. والناس القادرين حقيقيا عن موهوبين مزبوط. ما بيقدروا يجوا على الحلقة. بدي قولي انت جاي من دبي ما انك جاي من من الشام بس للعالم. اه تعريف كيف قدرنا نعمل معك مقابلة لانه. بالرزق ولا بصحابه. نفلج المخرج. كبله الفين دولار هلا. كعنه مصارت يا شباب كعنه مصارت. اوكي بس اقولي ان حضرتك جايب لانه ما عم نقدر نستقبل ديوت من سوريا. طيب. هلأ سميلي تسميلك لحنا عملها صورة. يعني بتشوف الصورة وبسألك سؤال. في سؤال بتستبس. سؤال هالمرة خنق معلم. اوكي. انت بده اختليني على الان مع الكلة اليوم. لا يا معلم بعد عنديش 3-4 مدخنة اختلين. اخلص منهم. اروا. اول صورة معتصم النهار. تسلحت معه. ايه. عفو الله عما مضى. طبعا. كنت 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 متهمه بيوم من الايام من زمان ان هو اللي افسد علاقتك بشركة كلاكات. يا بنجار يعني لانتاج المسلسلات. اول شي هيدي التهمة حقيقية. ولن بعد ما تسلحت معه بتقول انك انت ظالمه. ده هي مو كلاكات هو جولدن لاين. اوكي. كان صار في سوق تفاهم. من وراء معتصم؟ من وراء معتصم. وكنت ظالمه ولا مظبوط هو خانقك معهن؟ نا مظبوط. 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 عصد ولا اعترف ولا بدون قصده ولا شو؟ عفو الله عن مامور. شو كان عصده يعني ما حكيته شو يعني. يعني اذا ما تسل. لا مو يمكن ما كان قصده. يمكن كان هيك مجرد. اذا ما توافقته يعني. هلأ هو انا ما حكيته هو اللي لا. يعني انا ما حكيت هذا شيء. ما صدقته. مو موضوع ما صدقته. انا يعني من جوات. يعني انا من جو. انا ابن هاي شركة 13 سنة يعني. يعني انت من جوه عرفت انه مظبوط. يعني ما سلحته. خلصيت. شو اللي خلصت يا حبيب. خلصت الله يوفي الجميع. لا يوفي ولا يوفي. مبايا ما قلت شيء مبايا. لا لا والله. انا بالنسبة للي خلصيت ومعتصم. هلأ. اعتذر منك؟ اتصالحنا مو موضوع اعتذر ولا اعتذر. يعني ما اعتذر منك. هلأ هو عم يقول لا. ما انا شايف ايه. شو. اخي خلص لا. هلأ حترجع وتصالحهم بعد هالحلقة ولا خلص. لك لا. انا عن جد بتمنى له التوفيق. بتمنى له كثير عالم. لا باعرف. باعرف. والله العظيم. سمن على العسن بينين يعني عن جد. لا هو بيعرف. باعرف وانا باعرف. طيب تاني صورة. ايمن زيدان الكبير ايمن زيدان. هل صحيح انك بتقول انه ايمن زيدان كان متحكم بفترة بالدراما العربية. انا بقول. انا سمعت. اوكي. هن بيقولوا. لكن هن بيقولوا. هل صحيح انه ايمن زيدان بيوم من الايام كان متحكم بالدراما العربية وكان بيطلع ناس لسابع سماء وبينزل ناس لسابع عرض. صحيح. صحيح. طبعا. الساز ايمن كان هو نوعا ما كان فيه شركتين بسوريا. التلفزيون السوري والشركة اللي كان هو مستلمة. اوكي. هو متحكم بالدراما السوري يعني هو خدم كتير عالم وطالع كتير عالم وفيه نجوم هو اللي عمله النجوم. مثل مين يعني. يعني باسم ياخر ايمن رضا الاستاذ نجد انزور الاستاذ باسل خياط. هو اللي يعطيهم فرصة لا ينجموا. اي. بس ست اعمال سبق اعمال بالسنة. بقى هنن نحن مو مسلين مع مين نشتغل. ننزل عسوق الهال نشتغل ما نشتغل. طب ومين نزل لسابع عرض. هلا ما بعرف مين نزل. بس بعرف مثلا الاستاذ فارس الحلو. استاذ. فارس الحلو. شو عمل فيه. يعني بوقفه مع ماتشتغل. شو عمل بس اذية. انا هيك بسمع. انا لانه الاستاذ ايمن مو من جيلي. يعني انا دايما بسأل لي اللي بالوسط. انه ليش هيك عم بصير بالاستاذ ايمن. بس بلهاية رجل شجاع ايمن زايدان وفارس حلو. كانوا سنائيه. اي بس مين منافس ايمن زايدان. فارس. طبعا. وقفوا لانه منافسه. طبعا انت مبتو. يعني من ورد. انا هادا اللي سمعتو. بسي فطير هدا يزم تحكيه. انت هتقول واحد بتحكم الدراما وقف يا امو نفسه عن التنسيق. انا واتما بكون متحكم بالدراما. بحبك الى بجيبك. بحب هاد بجيبه. هاد ما بحبه ما بجيبه. وراح. وراح يعني معدي يشتغل. ما بشي معدي يشتغل. بس هيدا يعني اسمه احتكار. هيدا اسمه اطاع ارزاء. هيدا اسمه اطاع ارزاء. طبعا اسمه اطاع ارزاء. انت واتما بتنافسني على رزقي مشكلة. ايمن زايدان عطاع برزقة فرز حلو. هيك بسمع. ما ماني متأكد لانه هادا موجي لي ما بعرف. بس انا اللي بس بعرفه دايما دايما بسأل انه الاستاذ ايمن ليش هيك عم بصير فيه. قالوا لي مثل ما رفع عالم. بدك للأمانة انا كبدي خانك مع ناس بس ما اصدت هالقد يعني انا انت يعني شطحت. ليك في شي بينك وبين ايمن زايدان نقاط مشتركة نقاط مشتركة في شي يعني بالشخصية. لا شو شو فيه ما فيش. يعني يقال أن يمن زايدان كمان كان بفترة من الفترات محب للنساء. ما في حدا في هم ما محب للنساء. ما حدا فيهم مين هني يعني. كل حدا بيقلك انا يعني انه والله مو محب كلهم كذابين كلهم بيحبوا النسوان. انه مشتغلوا بالدراما عم تحكي؟ بالدراما وبالعفريت كلهم بيحبوا النسوان. من الاخير يعني. بالفن كل شي بالفن بيشتغلوا هيدا؟ بيحب النسوان؟ طبعا يا رطيف انت عم تأني سؤال غريب كل اجباري انت ما بتحب النسوان؟ بس شو خاص انا اول شي انا المؤدم هو مني تضيف انا بسألك انت ما بتسألني ايدي اول بلا بحب النسوان بس عندما تجوازت ما بقى ما بقى قد الاول يعني يعني ساتق بتحب النسوان لساتة بس ما بقى يعني ليش هتا عم بقى اللي ياها دوري انو حياتي ما بقى معدة لا يكون فيها نسوان عندي ولدان وعندي عائلة انت فهم المنطق طبعا يعني؟ انا ما عم بحكي عالموضوع الخياني انا بحكي بشكل عام بالعموم لك وفي حالة ما بحب النسوان طيب قصايا خولف بتغلطوا انو حلق على الزيرو انو حلق على الزيرو يعني صلعة شعره خففت من نجوميته برأيك انت بتعملها؟ انا بعملها يعني بتخفف من وسامتك وبالتالي من نجوميتك ما دخل في قابل تلبق له يعني في قابل اذا واحد تحلق شعر ويبلو قال له لبقته؟ قصايا الشي الحلو فيه لقصايا انو هو الكاريزما تبعه حلوة ان كان بشعر ولا بلا شعر بدئن ولا بلا دئن اطلالته يعني قصايا في عنده هالة جميلة انت بتشوه نفسك؟ كلمة الدور؟ انا مثلا بصرخة روح لقت عزيرو بس بتشوه نفسك بتعمل حرق؟ عملت انا بحرملك اه بحرملك انا عمل هون هيك كله هيك اعمل اربع دروب بوشي انا الوحيد اللي عمل ميك اوب بوشي طيب يلا سلم خدد شو اللقب اللي بيلبق له سلم خدد اين اللقب؟ بلدوزر الدراما السورية بلدوزر تمنى بعمره تصير مثله؟ اتمنى طبعا استاذ سلم مثل ما نبين انت هلا رح تصير مثله يوم ما؟ إن شاء الله إن شاء الله الله يعطينا الله يطول بعمره الأستاذ سلوم أنا بنظري هو أب وهو سند بالدرامة السورية لأنه الأستاذ سلوم يعني أنا مشتغل معه كثير بعمر الأستاذ سلوم أو بيجي للأستاذ سلوم الأستاذ سلوم إذا بيشوف أنه أنت نقصت بشغله بيجي بيوش وشاك عميل هيك آه بينصح نعمين بينصح طيب كمان بسام كوسا وزير شو بترشحه يكون إذا بتقول بدي أقول وزير ثقاف وزير ثقافة ليه بس هيك لكم اجتمعين أنه كون بسام كوسا وزير ثقافة لأنه هو أحدا رائي ليه منو وزير ثقافة ما بعد طيب يلا مين كان نجم مسلسل دقيق تصمت خالد القيش أم عبد فهد خالد القيش خالد القيش ليه ما شفني برمضان آخر رمضان لأنه نحن هيك نحن اللي بيطلع يعني اللي بيطلع منجي بنقول له وين رايح رجع حبيبي رجع على ورد أوف مين نحن هيك الدرامة هيك يا لطيف طيب ساي عبد فهد وتيم عبد فهد وتيم وخسايد طالعين وما حد قالوا نرجعوا لأنه هنن أول ما طلعت الدرامة السورية كان التركيز هو على تيم وخسايد وباسل وفي تركيز على كذا واحد مثلا ميلاد يوسف ووائل شرف بس يلي قدر يستمر هدول طيب خلنا نشوف بعد كمان محمود نصر ليه محمود نصر ما بيعمل مقابلات ما بيعمل مقابلات لا ليه برأيك بيهمك تحدر له مقابلة محمود نصر يعني أنا ما كتير بتفرج على التلفزيون لك شوي لك شوستك انت اليوم شو لصا انت محمود نصر لا كتير رفقي محمود نصر بس يعني ما بعرف إذا هو بيعمل مقابلة إذا شفت مقابلة محمود نصر انتو عم تحضر التلفزيون ما تقلي ما بحضر لا بحضر أكيد يعني إذا كنت عم قلب وعم شوف بحضر بس إني أو مثلا إذا مثلا عرفتنو محمود أو أي حدا عنده مقابلة مثلا يعني مثلا طالع رفقي كتير طالع طيب حضرت دانتال هو سيرين لسه ما بلش بلي عشو المسلسل خلص الله يسع لا بلا 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 بلش طيب بلش هلأ برجعب لحظت شغلي أنا عفكرة لحظت عندك شغلي يعني أنت عندك شي ما بتقدر تكذب يعني عندك حركات بتبين أنك أنت منك صادق بس تعمل هيك تعمل هيك لا لا سديني أنا واحد ما بتحبه بيبين ليه ما بتحبه من الآخر ما بتحبه تعرف الفيئي كتير محمود بس نحنا يعني ما في كيميا يعني ما نتواصل ما مشوف بعض كتير شرف عطل ما مشوف بعض محمود حدا منعزل يعني حدا بيعود لحاله يعني ما بيطلع ما بيفوت كذا أنا دايما طالع يعني ما عندي يعني بالبيت يعني برجع بنامه بيطلع بس اي يعني هو شخص اجتماعي هو شخص منطوع على نفسه هو بيحب هيك يا قاله حياته الخاصة طيب شو لك فيه انت ما ليه فيه عمل لك هو اه اوكي طيب ميلاد يوسف ليه بتقول عنه مسكين يلعب تطلع لي ما ده الله لا هلأ ما يعني لا هلأ ما عم تجي الفرصة المناسبة مثلك يعني نوعا ما يعني انت مسكين انتو اتنين مسكين مسكين نحن مسكين انا وميلاد مسكين عملو غنيت يا ليل المسكين لا ميلاد لانه يعني حتى لسه وضعه لميلاد اصعب من وضعي لانه ميلاد جيله كلهم هنه انطاروا وهو يعني فرصتك انه راحت عليه ازا تقول مو موضوع راحت عليه بس يعني هو لازم يعني بده هيك دفشة مثل خلق خالد النبوي ليه رفضت تنترو بكواليس مسلسل ممالك النار وعملت مشكل معه خالد نبوي نجم اسطورك النجومية مو بل انك انت تكون نجم النجومية بأخلاقك النجومية بنفسيتها انا واتما بيجي بمد رجلي لطبع الملابس حتى يلبسني هاي مو نجومية هو هيك بيعمل؟ هو اكتر من هيك هو بواحد بيفوت ما بيسلم انا اول مرة فات ما سلم قلت هادا ليش ما عم بيسلم؟ رجعت لعندو بقى حسيت قال هو فايت بالمود تبع الشخصية ما فهمت هيك الفوتيا بالمود ما فهمت انو انت ما تيجي تسلم بعدين هو حدا عندي مشهد انويات نحنا بيتونس كنا كان تصوير هوليوود يعني نحنا بنعمل البروفا اليوم بكرا منصوير اكيد بنجي بنعمل بنعمل البروفا كزا تاني يوم بيجيب لأييون مغيري لي حواراتي كلها مقايومي كزا ليش غيرتوا الحوارات بيقول والله الساس خالد هيك الساس خالد هيك ضرب الفيوز الداري بقى عين بقى راعدت له تعالى اللا قلت له إذا بشوفك مقرب على حوار من الحوارات تبعي بدا تصير مشكلة وتاني مرة كمان نحنا بالتصوير وأنا جاهز وقالولي تفضل على التصوير وقفنا نص ساعة ثلاثة أربعة ساعة ساعة خير إن شاء الله مين عم نستنى؟ قالولي الساس خالد بسعج بدو يلبس كزا ام ايجا مول وابس ايجا وقف وهو عمادد ايدي بدو يلبسوه ام انا شلحت الماء شلحت كل شي قعدت تلهم هاتو مي هاتو شاي هاتو كزا ما صورت لحتى أنا قررت اني انا صورت نفسيته كتير سيئة اليوم في دور بحبه بحترمه بس يعني معين بتحبه بتحترمه ولو ما مبين شو اللي هم تقولي لا انا بحب حلول النجومية انا لقلك شغلي هلا بسوريا كل نجوم سوريا اعطيني واحد بيعد هيك بيعمل حركات او بيعمل بيفوت انه هو نجم كبير هل بقارن نجومية سوريا بنجومية مصر من الاخر اخلا انا احسن منهم بكتير انا ممكن ما يجيك بقى ولا مسلسل مصري ما لا خبرية عساسي يعني عم يجي مسلسلات وعمقول لا لا بس انه لا يعني اصدي نحنا كنجوم سوريا ما منتعامل بفوقية هنن عندهم مثلا البطل العمال مستحيل تحكي معه الكارفاني اللي حاله وبيجي بعد ما يعملوا التاستات كلها وبشوت وما بيسلم بيطيروا العالي انا بشبه سوريا ولبنان نفس الشي نجوم لبنان بيطيروا العالي عجد عم بحكي انا ما عم بالد ولا عمي انا خلصت انا خلصت هذه الحلقة خلصت قبل ما اختم الحلقة رح عطيك فرصة مش عطي الله ولا ضيف رح عطيك فرصة من من بدك تعتذر اول شي يعني فرصة لا تعتذر عندك حدا بك تعتذر معه احسا ما نشيلهم بالمونتاج اعتذر منه اللي بيك تعتذر منه انا يعني عن اللي بالحلقة مرأ بالحلقة ايه او ما مرأ بالحلقة حدا بك تعتذر منه من المنبر اه بديقول لا قيس انا ما اصدى انه تماما هيدي راحت خلصت توليت خليني يحكي طيب يلا حكيه بس لا انا ما حيسامحك لا انا ما اصدى شي انا اصدى انه هاي ذا الدور يا خيي انا كلمة ما تضيع وقت بس ما حيسامحك يا خيي خلص حكيه خلص حكيه لا والله بديقول انه قيس هذا الدور بيطير العقل فيه وكل واحد وقت ما بيعمل دور مهم بيترك بصمي ما اناعتني اه انا ما خلطني حدا غير قيس لك تعتذر منه حدا ما حكيت عنه بالحلقة بديك تعتذر منه اعتذر ما في عير مرتي حدا كان بدك تسبه وما سبيته حدا كان بدك تتوجه له شي انتقاد وما صحلك انه بالإعداد توجه له ما في حدا ما بصب حدا بس قلتليك ابقى تعتذر بس في مرتي مين اصدك الحالية ولا السابقة السابقة والحالية لا شابل بالحالية شابل بالحالية لا بس يعني مشان اذا عملت شي ما تزعل منه سيقع بس تعتذر مسبق انت انا هيك محب انت مشرج كم تعتذر صدق انت بشرجهم بتجيب كروتي تعتذار بتشرجهم لا انا اخد خط شهري يعني بدفع لاك انت عفن بس انت يعني شرعا بحقلك باربع نساء ما عاولت عملها سمعت شو قلت شو؟ اربع بحقلك بحقلك حاختملك بدون الباند باند ما تحطوا شي شباب بدون ما تحطوا شي راح حط له كادو صغير هايدي اللي حيحط له نحط له الغنية هلأ راح يمروا علي الأسامي وكل شي وبلا ما تتعزبوا حالكم مش هيدينا الكرام هيدا كان يزن السيد يزن السيد يعني كنت مقابلته مليئ بالمشاكل مع الناس واوا منشوفكم جمعة تجيبية حلق جديد يزن ما عندك شي حبيبي تقوله حبيبي؟ بحبك كتير وانا بحبك كتير وانتي على رأسي وانتي صديق ومن حبك وكنت صريح وفعلا كنت متل ما متل ما البرنامي وانا بدي اقلك شهلي انا اسف بس انا هاي طبيعتي انا بحكي لي بقلبي ما عرف يا حبيبي لا عدا يزعل مني رجاءا لا يا انا واه انا من الآس اعرفوالكحاض يزعل مني انتي بس ايلتولن كل انا 블� вчو لم احد حيزعل مني هاي غيم وكم وانه بيزعله منه واحة اثنان ثلاثة يزن السيد كان معنا مم وانا مم تغيرات مم تغيرات مم تغيرات مم تغيرات مم تغيرات دي señor أصبح يجع ممت تغيرات مم تغيرات اشتركوا في القناة